سورة الكهف هي إحدى السور الخمس التي افتتحت بالحمد المطلق والثناء التام على الله رب العالمين وأما السور الأربع الأخرى فهي الفاتحة والأنعام وسبأ وفاطر ولسورة الكهف فضائل منها أن السكينة تنزلت لقراءتها فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين أي بحبلين طويلين مضطربين فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو وجعل فرسه ينفر فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال تلك السكينة تنزلت بالقرآن والسكينة ما يحصل به السكون والطمأنينة وصفاء القلب ومن فضائل سورة الكهف أنها تكفي من حفظ بعض آياتها وتعصمه من فتنة المسيح الدجال فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف وفي رواية من آخر الكهف عصم من الدجال وفي الحديث الطويل الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الدجال قال فمن أدركه منكم يعني الدجال فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف ومن تدبر هذه الآيات وتأمل معناها حذره فأمن منه أو هذه خصوصية أودعت في السورة ويستحب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وليلتها ففي الحديث من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين